بحث وزير البترول والثروة المعدنية تاريخ الملا مع وفد من شركة تئيني الإيطالية استعدادات الشركة لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتانيل ذلك وفقا لاتفاق الالتزام المواقع في شهر ديسمبر الماضي للبحث عن البترول وتنميته واستغلالها بحث الجانبان خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الانتاج كذلك موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إيني في المزايدة العالمية الرقمية الأولى والتي تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فضلا عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات